السلام عليكم ورحمة الله. إذن اليوم مع المفيد في الرياضيات المستوى الخامس بسدائل صفحة 47. دائما مع ضرب الأعداد العشرية. ملتيبليكاسيون دي نوبا دي سيمو. دائما مع صحة التمرير رقم خمسة. اللي في الحصة الثالثة. يعني التدرب. أتدرب. أتمموما الجدول كما في المثال. ثم أنجزوا العمليات في ضفتاري. إذا لاحظوا المثال ماذا يقول. لدينا الجدال 5.3 ضرب 17.49. أول شيء تأطير العامل الأول. هذا العامل الأول وهذا العامل الثاني. بين أقرب عددين صحيحين. إذن 5.3. توجد بين 5. وهو الجث الصحيح. و 6. ثم 17.49. يوجد بين 17. وهو الجث الصحيح. و 18. ثم الجداء. هو نضرب العدد الأصغر في العدد الأصغر. والعدد الأكبر في العدد الأكبر. إذن بنفس طريقة. 24.5. توجد بين 24.5. وهو الجث الصحيح. و يليها 25. ثم 6.75. الجث الصحيح 6. و يليها 7. توجد بين 6 و 7. الآن الجداء. 24.5. ضرب 6.5. و 70. إذن 24 ضرب 6. و 6. و 25 ضرب 7. نفشي 99. فاصلة 0.3. توجد بين 99. لهو الجث الصحيح. و 100. كتبت 99. 79. فاصلة 4. بين 79. لهو الجث الصحيح. 79. 80. 30. ثم الجداء. 99 ضرب. 79. و 180. هنا نكتب الجداء. 99. فاصلة 0.3. ضرب. 79. فاصلة 4. 5. و 5. أكثر من هذا. يعني التقريب. طريقة كيفية التقريب. يمكن أن نشاهده. 4.9. و 5. 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 خمسة. خمسة 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 وعشرين. اذا هذا هو الاقرب. ولا تأكدنا بالعملية. خام ما ما طلبوش. انجز العمليات في دفتري لا اتأكد. اه اذا هنا ندر العمليات. واحد في تسعة واحد في اربعة. خمسة في تسعة خمسة واربعون. خمسة في اربعة عشرون اربعة وعشرون. اذا تسعة اربعة اثنان. لدي واحد اثنان. رقمان في الجزء العشري. واحد اثنان. اذا اربعة وعشرون فاصلة تسعة وتسعون قريبا خمسة وعشرين. يعني ما قال اولو باش تولي خمسة وعشرين. جيد. هنا الادد القريب لثمانية وسبعين هو ثمانون. ولا ندخلوه ثمانية وسبعين. هذا عدد صحيح طبيعي. تسعود فاصلة تسعود قريبا لعشرة. اذا ثمانية وسبعين في عشرة. هي نزيد الصفر. اذا سبعمية وثمانين. سبعمية وثمانين قريبا لثمان ومئة. نتأكد. ثمانية وسبعون في تسعة فاصلة تسعة. اذا الوضع كما قلت في الدراغ. هناك مشكل. نسعود سعود في ثمانية وسبعين ثم سبعة وستوب. تسعود تسعود سоворول هذا الرقم يقصد هذا الرقم غير. اذا استح esper 4.9.5.45 نتأكد 4.98 8.9 9.8.72 8.7.8.8. 9.4. 8.8.64 8.9.72 8.7.8.4 32.9.30 8.12.13 9.11.14 4.1.3 3 الأرقام في الجزء العشاري 1.3 أقرب الجواب الصحيح 4.322 4.322 5.422 5.422 5.422 5.7 أحدد الأخطاء التي نريد تفاديها أثناء إجراء عمليتي الضرب التالية إذا نريد أن نفعل هذه العمليتين الضرب ما هي الأخطاء التي يمكن أن نفادئ عدم نسيان الفاصلة حساب الحساب الجيد وضبطه الوضع ما عندناش مشكلة النقطة عدم نسيان النقطة وضع الأخطاء التي تركز عليهم في الضرب جيدا أضع ونجد العمليتين في دفتري 255 ضرب 2.08 الوضع لا يوجد مشكلة الضرب 8.45 4.3.36 8.16 19 سوف نحن نقطة آخر نحن نق取 الوضع 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 ونجد من طرف الوضع يقوم بأمان 1.2 واحد اثنان. اه ثلاثة فاصلة سبعة وستون ضرب سفر فاصلة واحد وتسعون. دونك سبعة ستة ثلاثة. تسعة في سبعة. تلاتة وستون. اربعة وخمسون ستون. سبعة وعشرون. تلاتة وثلاثون. واحد اثنان ثلاثة اربعة. واحد اثنان ثلاثة اربعة. جيد تمرين الثمانية. دونك قالت زينب جودة تسعة وسبعون فاصلة تسعة وخمسون فاصلة ستة اصغر من اربعة والاف. اجابته اختها مريم بل اكبر بكثير من اربعة والاف. تأكد بيجرى العملية في دفتركة ثم حديث اسم التي اصابت. دونك ندروا العملية. دونك خمسون فاصلة ستة ضرب تسعة وسبعون فاصلة تسعة. نقط تسعة في ستة اربعة وخمسون. تسعة في سفر سفر زي الاحتفاظ. تسعة في سفر تسعة في خمسة. خمسة واربعون. نقطة. تسعة غيرتعود هذا. دونك اربعة خمسة صفر خمسة اربعة. هذا هو غيرتعود هو النت. نقطة ثانية. سبعة في ستة اثناني واربعون. سبعة في سفر سفر زي الاحتفاظ. سبعة في سفر. سبعة في خمسة خمسة وتلاتة. أربعة تسعة سبعة تسعة 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 ثلاثة لدي واحد اثنان ثلاثة في الجزء العشري واحد اثنان ثلاثة في الجزء العشري تسعة 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 ت صغر من اربعة الاف. جيد تسعة انجز النشاطين الثانية في دفتري طلبة من المشاركين في مسابقة في الحساب الدهني حساب الجداء تالي. عدي 43.75 ضرب 0.848. لاحظ اجابة التي اقترحها ثلاثة من المشارك. استعن بالحساب المقارب لتحديد الجواب الذي يمكنه ان يكون صحيحا. ومن بعد تأكد باجراء العملية. اذا اول شيء الحساب المقرب. ما من الحساب المقرب. يعني 43.75 اقرب عدد ليه و44. لان انا فاصلة 75 رقربنا 44. بعدنا على 43. اهو نذهب للطريقة التمرين الاول اسهل. ضرب 0.848 حصرها. اذا اقرب عدد لهذا هو 43. واقرب عدد لهذا هو 0. اكبر عدد من 43.75 هو 44. اكبر واحد لان السافر كتبها واحد. جيد. اذا هنا هذا الجداء هذا هذا غير يعطينا السافر لان اضربناها السافر وهذا ربعة وربعين فواحد ربعة وربعين. اذا الجداء محصور ما بين سافر وربعة وربعين. اذا نلاحظوا هنا قدرنا بحل التمرين الاول. تمرين رقم خمسة. اذا محصور بين سافر وربعة وربعين. اذا هنا ثلاثة لسبعة وثلاثين كينا ما بين سافر وربعة وربعين. اذا هذا هو الجواب صحيح. هنا ثلاثمائة وسبعين. اذا هذا هو سيكون هو الجواب الصحيح. الان نتأكد باجراء العملية نجري العملية. اذا 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 فى theft فاصيلا خمسة وسبعين. ضرب صفر فصيلة 848 إذن 8 في 5 40 8 في 7 56 60 8 في 3 24 36 8 في 4 32 35 أضع النقطة 4 في 25 27 28 30 4 في 3 12 15 4 في 4 16 17 بالنسبة للثمانية سوف نتعود هذا 0 0 5 3 بالنسبة للثمانية لماذا؟ يعني سوف نضع أصفار لا يفيدون أفوال 10 10 11 5 6 7 3 1 2 3 5 1 2 3 3 3 5 3 3 3 4 5 3 4 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 شهر قبل فيه 30 يوم هل تتلقى نصح الطبيب؟ علي الجواب إذاً هنا نعرف ما متاتل أو ما متاتل نحسب لي ما الشرب نضع 32 علبة لشرب كل واحدة فيها 0.250 نضع الضرب 0.250 لتر نضربه في عدد العلاب نضرب أثنان في صفر أثنان في صفر صفر طبعاً نضرب 10 2 في 8 5 2 في صفر 3 في صفر 3 في 8 3 في 8 ثم 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 ثلاثة 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 ثلا� اضافتها سوار في 30 0.3 اضافتهم في 30 هذا التطبيع ن行inguém هذا هواتنا العمالية أسفر ساع الاخطاء 9 ساع الاخ scratched رقم واحد رقم واحد دونكتو سعيد تسعة لتر إذن هما الأطباء نصحونا بشرب تسعة لتر في الشهر لأن هذه من ضربنا في ثلاثين يوم أعطيتنا تسعة لتر في الشهر ولا شرب ثمانية لتر إذن ثمانية لتر أصل اللي شرب هو أصغر من تسعة لتر اللي نصحونا بها الأطباء إذن هنا يا لم يمتتل أنس لنصائح الطبيب لم يمتتل أنس ليس كثيرا والطبيب لاتر الأطباء هل يشرب تسعة لتر في الشهر ثلاثين يوم جيد كم كلف هذا الحليب إذا كان ثمانية لتر واحد ستفاصيل ثمانية إذن هنا شربه ثمانية لتر ثم نضربه ثمانية لتر الواحد إذن ثمانية لكلفة الحليب بالدرهم إذن لدينا 6 تفاصيل 80 لتر الواحد واشرب 8 لتر إذن 8 في 0 8 في 8 و 64 8 في 6 48 و 40 6 و 50 1 و 2 1 و 2 إذن 54 ندرهم فاصيلة 40 هذا هو 8 أو كلفة الحليب جيد كنت نكون من الصفحة 47 من المفيد في الرياضيات للمستوى الخامس ضرب الأعداد العشرية نتمنى تكونوا استفتوا شكرا والسلام عليكم ورحمة الله